تواصل الدولة جهودها الفعالة لتوفير مختلف السلع للمواطنين وبخاصة السلع التموينية في إطار دعم المواطنين المستفيدين من خدمات البطاقات التموينية للتخفيف عن كاهلهم في مختلف الظروف جهود كبيرة تقوم بها أجهزة الدولة لتوفير السلع التموينية في منافذ صرف السلع التموينية والمجمعات الاستهلاكية في مختلف المحافظات وذلك استعداداً لصرف السلع التموينية للمواطنين عن شهر يناير الجاري بالنسبة للسادات بتاعت صرف السلع منظومة التموينية بتاعت شهر يناير احنا طبعاً بنبدأ فيها قبل الشهر بحوالي 15 أو 20 يوم بنكمل المنظومة بالكامل منظومة عمارة على 32 صنف الـ 32 صنف بالكامل متوفرين ما فيش عاجل فيهم فرق الزغلول فيه حوالي 100 بدل 58 و 54 مشروع جميعات بيسرف في الشهر لسلع التموينية من الـ 32 قايمة السلع بـ 22 مليون بعد الزيادة اللي عملوها الـ 200 و 300 جنيه السلع متوفرة وفي حال عدم ودي السلع بنجيبها من ورد أول فرق استراتيجي بتاعنا صرف السلع التموينية عن شهر يناير يتضمن السلع الأساسية من زيت وسكر وأرز وغيرها من السلع الغذائية للمستفيدين من البطاقات التموينية وذلك وسط إجراءات رقابية للتأكد من توفر أكثر من 30 سلعة ضمن قائمة المنظومة التموينية كل البطاق التمويني بيجي ياخد الحصة بتاعته بالنسبة للسلع الأساسية رز سكر زيت بياخد النسب بتاعتها وبقية الـ 32 سلعة بيصرف اللي هو بيحتاجه المواطن في المنطقة بتاعته بالسلع اللي هي بيحتاجها في المنطقة بتاعته فإحنا عندنا مغزوني استراتيجي يكفي مش أقل من ثلاثة شهر اعتداء من أول يوم صرف اللي هو واحد في الشهر بنبدأ ننزل على البدانية التموينيين ومشروعه جامعيتي علشان نشوف كل واحد من المواطنين أصحاب البطاقات الزكية أخذ مستحقاته ولا لا جهود مستمرة من أجهزات الدولة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية للتخفيف عن كاهل المواطنين في مختلف المواسم والمناسبات عن طريق توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وجودة عالية جيرمين إبراهيم التلفزيون المصري